السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة في البدء كان المسلمون مستضعفين في الارض وكان النبي الكريم لا يتبعه الا العبيد والفقراء والمساكين ولكن بعد مرور حوالي اربع سنوات عدد المسلمين تكاثر فاضطر المشركون والكفار انهم يتنازلون ويقبلون التفاوض مع النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليست مسألة شخصية ولا مسألة هامشية انها قضية دين وقضية عقيدة وهي اولى الاولويات قبل قضاء الاقتصاد وقضاء الامن القومي وقضاء شؤون الاجتماع اول قضية التي ينبغي الاهتمام بها قضية العقيدة وقضية التدين كما سالف الدكر كفار قريش بدأوا يساومون النبي الكريم وقالوا له يا محمد تعبد الهتنا سنة ونعبد الهك سنة فنزل قول الله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون فاعطهم الجواب الحاسم الغير القابل للنقد ولا للتبديل الموقف الصارم قضية العقيدة ليست قضية لعب بل هي قضية جب ثم بعد ذلك قالوا له يا محمد ما دمت هكذا هكذا متبسكا بموقفك انسب لنا ربك من هو ربك فكل ناس عندهم ارباب وكل رب له صفات وله اسماء وله اشكال انسب لنا ربك فنزل قول الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد واستمرت هكذا المفاوضات والجدالات مع النبي الكريم من طرف المشركين لكن لاحظوا بانه يزداد قوة وان اتباعه يزدادون عددا وان اساليب الاقناع لدى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قوية والبراهين ساطعة رغم انه كان امي لا يقرأ ولا يكتب واصبح كفار قريش يجتمعون في ناديهم في برلمانهم ويتحدتون كيف السبيل للقضاء على هذا الرجل وعلى دعوته لقد اغريناه بالمال واغريناه بالسلطة واغريناه بالنساء ووضعنا له كل ما يتمنه اي زعيم او اي قوي وهو يرفض غريب شأن هذا الرجل فبينما هم كانوا هكذا يتحدتون ويتفاوضون ادخل عليهم رجل يهودي اسمه لبيد ابن الاعصم فبدأ يضحك ضحكا فيه سخرية وقال ويحكم يا قريش ازعجكم هذا الرجل انا عندي اسليب سهلة ولكنها قوية ممكن ان تقضي على محمد وتقضي على دعوته وتقضي على قرآنه فقالوا له اغتنا بها ما هي دي الاسليب فبدأ يضحك ضحكا فيه سخرية وفيه خبط وقال انني اعلم قضايا السحر محمد لم يأتي بالمفاوضات ولم يأتي بان عرضتم عليه الاموال والكنوز وعرضتم عليه المزعامة والقيادة انا عندي طريق سهل سوف اقوم بعمل سحري وسوف ننتهي منه فقالوا له اغتنا بذلك فذهب هذا الرجل لبيد ابن الاعصم ومعلوم ان اليهود كانوا معروفين بمجال السحر منذ عهد نبي الله موسى الكليم عليه السلام فنبي الله موسى كان له قصة كبيرة مع صحرة فرعون لما قال انقم انتم منقون فكان يلقي عصاه فتتحول الى ثعبان عظيم والسحرة فرعون لما علموا بان سيدنا موسى قوي في هذه العقيدة امنوا به واتبعوه ومن ثم بقي اليهود يهتمون بقضايا السحر حتى في اهد نبي الله سليمان عليه السلام كانوا يجمعون كتب السحر وكان سيدنا سليمان يأخذها ويجمعها ويخزنها في اي مكان فيصلون اليها فقرر ان يضع في مكان امن وهو فوق كرسي العرش كان يضعها سيدنا سليمان تحت كرسي العرش مخطوطات مكتوبة بماء الذهب على رق الغزال فنزل قول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما انزل على الملكين بباب لهاروت وماروت فمعروف ان طوائف من اليهود كانت عندهم خبرة كبيرة في السحر والسحر وعلم وربنا قال يعلمون السحر علم له اصول وله قواعد ولكن شرطه ان الانسان يكفر بالله والعياد بالله خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين هذا الرجل لبيد ابن الاعصم اليهودي كان عنده بيت فيه بناته مجموعة من النساء والبنات وكان يعلمهن كيفية السحر عن طريق ماذا عن طريق خيوط وعن طريق نسيجة كيف كان سموهنه بالدريجة بالمنجج المنجج يصبو باعمال شيطانية فقال لهم اذا ساكفيكم محمد ودعوته وسوف اؤثر فيه ولكن ماذا تعطونني قالوا نعطيك متى شاء مئة ناقة قال اكتر مئتي ناقة قال اكتر الف ناقة نعطيك ما تطلب المهم ان تقضي لنا عن محمد واصحابه ودعوته لان هذه الدعوة اربكت لنا الحسابات وجاءتنا بمفاهيم اترت على اقتصادنا وعلى حركتنا التجارية وعلى سمعتنا بين الناس قال لا عليكم ساقضي عليه فبدأ لبيد ابن الاحصم يبحث اول ما يبحث السحر يبحث عن شيء من جسم المعني بالامر هذا الذي سوف يقع لي السحر هذا الضحية لابد ان يحصل على شيء من جسمه او من شعره او من توبه فقصدوا امرأة وقالوا لها اذهبي عند غلام النبي سيدنا النبي كان عنده غلام في بيته كان كيت سخر سيدنا النبي بيته كان كبير ويأتي اليه الناس ودائما الوفود داخل خارجاه والطعام والشراب والاستقبال بيت نبوة في بيت حركة ليس بيت انسان عادي يدخل ويغلق عليه بابه مع السلسة والنصف ثم ينتهي صباحا للذهاب الى الوظيفة لا سيدنا النبي على مدار 24 ساعة بيته شغال وفود هناك طيبون يريد ان تفقه في الدين وهناك اشرار يفاوضهم وكان عنده الناس كتر فكان يحتاج الى بعض الخدم منهم غلام كان كيدخل البيت وكيدسخر فباعت له امرأة مسنة قلت للغلام يا بني انني اريد ان اتبرك بنبي الاسلام اريد ان اتبرك بشيء مما يستعمله الغلام لا يدري ما المقصود قال له اريدك ان تاتيني بمشته فمشته لانه رجل مبارك اذا مشط بمشته فسوف اشفى انا عندي صداع في رأسي وعندي الام فضيع وقال لي ان اخدت مشطة احد الصالحين ومشط به شعرك شوفيتي فانا اريد ان اقصد مشطة النبي صلى الله عليه وسلم سأعطيك بالا فهذا الغلام عن تلقائي وعن طيب خاطر ذهب يبحث عن مشطة النبي صلى الله عليه وسلم فاخدته المرأة واذا به تجد به بقايا الشعر النبي الكريم فانسلت تلك تلك الشعيرات واخدت اخدت بعض القطع من مشطه بعض الاسنان من مشطه ثم اظهرت نفسها بان تمشط بذلك المشط واعادته للغلام ورده الى مكانه واعطته بعض المال وهو يفعل هذا بحسن نية فهي اخذت بقايا شعر النبي الكريم وبعض اسنان المشط وذهبت بها الى لبيد ابن الاعصم لما وسرته البضاعة فرح فرحا شديدا وبدأ يعلم بناته كيف يصنع قرأ ترانيم غريبة ترانيم غريبة عن مشط النبي الكريم وبدأ يعقد عقد ده الواحد المنجج كبير فيه خيوط وفيه فيه مجموعة من الشعيرات وبدأوا يربطون العقد عقده ويسمون النبي ويسمون امه ويعقدون العقدة ثم يقول ترانيم كثيرة باللغة العبرانية ثم يعقد العقدة وحينما انتهى صوروا دمية على شكل انسان ووخزوها بالابر ووضعوا فيها الحناء والقطيران ثم بعد ذلك اخذوا كل ذلك ورموه في بئر مهجورة في بئر لبني بني الازرق احد احد الخبائل وعندهم بئر مهجورة اسمها ذروان ذروان بئر قديم جدا وصحيق في القدم وجفة ورموا فيها تلك المسائل ووضعوا فيها قطعة الحناء من فوقها وقالوا سوف يرحق السحر بمحمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة قصيرة بدأ يشعر بتغير يشعر باختنق في صدره ويشعر بصداع في دماغه ويشعر بان شعره بدأ ينسل ويشعر بانه يضعف وبدأ يقول كلام لا يدري ماذا يقول حتى ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لهم لا تكتبوا عن النبي صلى الله وسلم غير القرآن فالقرآن لا يخطئ فيه اما الكلام فانه لا يدري ماذا يقول واستمر ذلك لأيام معدودات وسيدنا النبي طريح الفراش واللبيد من الأعصم كان ينتشي بالنصر وذهب إلى نادي قريش وقال لهم ألم أخبركم كان محمد كل يوم يخرج إلى الشارع العام ويحدث بالقرآن هاي الأيام ثلاثة أو أربع أو خمسة أيام إنه طريح الفراش فقالوا لا فضفوك يا لبيد من الأعصم سنعطيك ما تشاء من الجمال والدنانير الدهبية لقد قمت بشيء عجزنا عن القيام به كنا نتفاوض سياسيا وكنا نعطي اقتصاديا وكنا نجامل اجتماعيا وكنا وكنا والقضية سهلة مجرد عمل سحر تقضي على خصمك وتنتهي القضية مباشرة على أقل من أسبوع جاء جبريل عليه السلام وكان معه ملائكة الرحمن وقالوا له يا محمد إنك مطبوب إنك مطبوب قعد أحد الملائكة على رأس عند رأس النبي الكريم والآخر عند قدميه وقالوا له لقد طبك الرجل اليهودي لبيد ابن الأعصم وقد صنع لك عقدا ونفت فيها ورمغ في بئر مهجورة ثم قال له النبي الكريم ما الحل قالوا الحل عند جبريل فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد إني أقرئك من الله السلام وجئتك بالآيات التي تبطل السحر وتبطل الحسد وتبطل العين وتبطل الوسواس وتبطل جميع الأمراض لك ولأمتك يا محمد من بعدك أمتك سوف تتعرض كثيرا لهذا البلاء وقد اختبرك الله تعالى واشتباك لكي تكون أنت أول من يتضوق هذا الابتلاء ثم تعالج به فنزل عليه قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثم جاء جبريل فقال يا محمد دعني أرقيك فقال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤديك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وما هي إلى لحظات حتى قام النبي الكريم نشيطا وكأنه فك من عقال ثم قال لعلي بن أبي طالب ولعمار بن ياسر ولزبير رضي الله عنهم أجمعين قالوا اذهبوا إلى المكان الذي وصفه لجبريل قالوا أي مكان رسول الله قال في بنية الأزرق هناك بئر اسمه بئر ذروان جافة مهجورة قديمة اذهبوا إليها فذهبوا حتى وصلوا فوجدوا هناك غطاء فوق البئر فأزالوا الغطاء وجدوا بأن البئر جافة لكن فوقها قطعة جامدة مثل الحناء ثم بدأوا يبحثون في حفر ذلك البئر فوجدوا في حفرة مدفون دمية على شكل إنسان فيها وخز بالإبر وفي مجموعة من الخيوط اللي هي منسوجة واللي هي معقودة فبدأوا يقرؤون هذه الآيات وجدوها إحدى عشر إحدى عشر عقدة هكذا يفعل الساحلون عندهم نظام بالأرقام لابد أن تكون إحدى عشر عقدة فبدأ علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر والزبير يقرؤون المعودتين فلما قرأوها وجدوا بأن المعودتين هي أيضا أنزلها الله تعالى إحدى عشر آية سورة الفلق فيها خمس آيات وصورة الناس فيها ست آيات والمجموع إحدى عشر آية فصاروا يقرؤون على تلك العقد المنفوط فيها هذه الآيات وبدأت كل عقدة تنفق من تلقاء نفسها كل عقدة حتى وصلوا إلى العقدة الحادي عشر فإذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لقد كان شيء في صدري فانحل الآن ومن ثم شوفي النبي الكريم وقال له يا رسل الله هذا عدو الله آداك بأعمال شيطانية هل لا آدنت لنا حتى نقتله فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شافاني ربي وأما هو فأمره إلى خالقه ولا أريد أن يتحدث الناس أنني أؤدي الناس سيدنا النبي كان معروف بأنه مسالم إلى أقصى مدى وحتى ما كان من مشاركة في الجهاد فكان دفاعيا ولم يكن قط هجوميا العلماء قالوا هل يمكن للنبي الكريم أن يتعرض للسحر بعض العلماء نفوا ذلك قالوا هذه روايات رغم أنها مذكورة في كتب السنة لكن ربما فيها نظر العقل والمنطق لا يسمح بكل هذا وربنا يقول في كتاب العزيز والله يعصمك من الناس أي نعم كلام وجيه ولكن هذه الآية والله يعصمك من الناس نزلت فيما بعد فيما بعد تنزل هذه الآية حينها سيكون النبي الكريم محمي حماية تامة أن الله لا يعصمه من الناس أن ما بقي أحد يقول له مجنون أو كاهن أو ساحر ذلك الإذاية اللفظية ما بقيت ثم إن النبي الكريم كان يخرج بمفرده في الخلاء والليل ولا يخشى من قطاع الطرق ثم إنه في الجهاد كان يسير وحده دون أن يضع حماية وكان يوقن بأنه لن يتعرض للأذى ولا للضرب ولا للجرح منذ أن نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس كان في إحدى الغزوات وكان في خيمة وقال من يحرصني الليلة فجاءه ببعض الحراس يحرصون خيمته في المعسكر ونائم نزل عليه قول الله تعالى والله يعصمك من الناس فقال أيها الحراس ارجعوا إلى حالكم فإن ربي يعصمني منذ ذلك اليوم صار النبي الكريم معصومة من الأخطار ومن الأذى لكن قبلها كان ممكن أن يقع له الاعتداء بحجة أنه وبدليل أنه كانوا يسمونه المجنون الكاهن الساحر هذا هذا إذاء لفظي وكان يضيق صدره بذلك وإنا لا نعلم أنه يضيق صدره قبل ما يقولون كذا النبي الكريم تألم فنزل قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره حتى يتقبل الرأي والرأي الآخر ويفاوض دون أن يشعر بضيق صدر هذه الآيات هي نزلت على قلب النبي الكريم ولكن على الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة لأنه سيكون هناك عدد كبير من الناس سيتعرضون للأعمال السحرية ويتعرضون للحسد ويتعرضون للوسوسة ويتعرضون للأمراض الروحية كثير وهي كثيرة منذ زمان وستبقى إلى قيام الساعة فما هو المخرج هو هذه قراءة هذه المعودتين ما معنهما يقول ربنا عز وجل في مطلعهما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلق يا محمد قل أعود معنى ألتجئ أعتصم أستجير بالله قل أعود برب الفلق ما معنى الفلق الفلق هو انقصام شيء نصفين ومعنى أن الساحر حينما يقصد إنسان يقسمه مرتين قد يذهب عند عند زوج وزوجة فيفرق بينهما ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه أو تكون جماعة دي الناس متحابين فيما بينهم فيسحرهم فيتفرقون ويصيرون أعداء أو إنسان تجار عندهم شركة تجارية رابحة وآخر أراد أن يفرق شملهم فيقع فيقيم لهم أعمال سحرية فيفرقوا جماعتهم فالفلق فالفلق معنى التفريق فربنا عز وجل هو الذي بدي الأمر كله يفرق حتى الصبح عن النهار قل أعوذ برب الفلق وهنا المقصود به أن الله يفرق الصبح عن الليل لأن الأعمال الشيطانية غالبا ما تتم بالليل تتم إما بعد إسفرار الشمس بعد العصر وعند غروب الشمس وفي ظلمة الليل فإذا جاء الفجر فالق الإصباح إذا جاء الفجر وأشرقت الشمس فإن الشيطين والسحر والماردين كلهم يضعفون ويخنسون وينتظرون حتى الليل المقبل ينشطون فربنا يقول قل أعود برب الفلق من شر ما خلق من هم هؤلاء الأشرار شر ما خلق قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن وقد يكون من الحيوان وقد يكون من الدواب وقد يكون من الهوام مخلوقات كثيرة قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب وهو الغاصق الذي وقب في جوف الليل أن القمر لأن السحر عندهم معلومات حول الكواكب وحول النجوم وحول الأفلاك يقرؤون الفنجان ويقرؤون صير الكواكب والأبراج هذا المقصود بالغاصق إذا وقب يعني القبر قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد النفاتات ساحرات كنا يأخذنا النسيج ويقمنا بعقده تلك الخيوط ووضع عقد وكل عقدة كنا ينفتن فيها ينفتن فيها ويدكرن اسم المعني بالأمر واسم أمه فتتعقد حياته هناك عقد نفسية ما هي عقد نفسية هي أعمال شيطانية إن هناك من عنده في العمل وفي التجارة عنده كساد ما عنده لا بيع ولا شراء كنا هناك كل ما عنده ظهر لا في زواج ولا في حياة طيبة كل ما عنده ظهر في اقتناء سكن كل ما عنده ظهر يقولنا ما عنده لحد سعيد هو فيه نفاتات في العقد من شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحساد والحسد من أخبة الذنوب لأنه أول بعصية عصية بها الله تال فوق الأرض أو في السماء هو الحسد لما حسد الشيطان الرجيم حسد أبانا آدم عليه السلام وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيم استعمل مبدأ المفاضلة فكان أول إتم عصي به الله تعالى هو الحسد في السماء وأول إتم عصي به الله فوق الأرض هو الحسد لما حسد قابيل شقيقه هابيل ثم تطور الحسد إلى عداوة انتهت بقتله فالحسد للأسف هو مرض خبيت ينتشر في المجتمعات وينتشر بين الناس وكم من الأسر وكم من الجيران وكم من زملاء العمل ضاقوا الأمرين والسبب أن فيهم حسد في قلوبهم فمن أراد أن يزيل عنه الحسد فعليه أن يقرأ هذه الآيات ومن أراد أن يتوقى من الحسد فعليه أن يقرأ من هذه الآيات والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وكأن الله تعالى يقول لنا يا محمد ويا أيها الناس كلكم إذا خشيتم من الساحرين الذين يقيمون العقد وإذا خشيتم من الحسدين وإذا خشيتم من الظالمين ما عليكم إلا أن ترددوا هذه الآية الاستعاذة قل أعوذوا ألجأوا ألتجئوا أتحصلوا بمن؟ بالله الله رب رب الفلق هو الذي يسيطر على النجوم وعلى الكواكب لأن في الختام وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سورة الفلق تتحدث عن المخاطر الخارجية التي تهدد الإنسان لكن سورة الناس تتحدث عن المخاطر الداخلية والداخلية أخطر من الخارجية يقول تعالى في مطلع صوت الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس لاحظوا بأن الله تعالى استعاد في هذه ثلاث مرات قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ثلاث مرات لأستعيد برب الناس الناس كان عندهم أرباب كل فئة إلا ولها رب هناك من عنده أصنام هناك أوتان هناك من عنده قبور هناك من يعبد الدرهم والدنار والشهوات والملدات قل أعوذ برب الناس الربوبيا ملك الناس الناس عندهم ملوك كل جهة عندها ملكها لكن الله تعالى هو مالك الملك سبحانه وتعالى إله الناس الناس عندهم آلهة وربنا هو الإله الواحد والأوحد استعاد الله تعالى هنا ثلاث مرات تكرار للتوكيد بأن المخاطر الداخلية أكثر من الخارجية لأن الإنسان قد يتقدر يتآدى يتآدى داخليا بالوسوس يجير الوسوس القهري وكي مرض ديما هناك ناس في مرتبة عليا ناس في مراتب عليا هناك ناس عندهم شواهد علمية هناك من عندهم مراكز في القضاء في الأمن في التعليم العالي في السلطة هناك ناس عندهم مراتب في الحكم وتعرضوا للأذى بسبب الأمراض الخارجية اللي هي السحراء والمشعودين لكن الأخطر هو الداخلية لما يتسلط عليك إبليس وجنوده بالوسوس القهري وكي تصير مع رأسك عقل صعيب رخطير اللي يعرف الخطورة دي هذا الأمر هو اللي يعاشوا كتسووا الناس اللي عندهم الوسوسوس القهري يقول لك كنتشعر بأن عقلي بحل روبيني خدام سيال على طول لأفتار تنساب يبغي ضبطها مكي يقدرش منو من يقول ماشي بحل روبيني بحل واد عقلو بحل واد بخارج الأفكار وكيف يفكر في كل شي في كل شيء وفي لا شيء ويتعدب ولجة الفرحة فرحة كبيرة جدا ما عندنا صحة الصارات إلا فرحة يفرح بزيء بفوق القياس تكيب بغي ينفجر وإذا حزن 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 عميقا يهو به في الأسفل الإنسان اللي عادي كيفرح وكيفرح 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 وإلا حزن كيفرح وكيفرح ألفين في المئة وإما يحزن ألفين في المئة دي ما عنده الاستخام دي ما عنده التطرف الشديد ويتعدب فربنا يقول قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الوسواس مرض العصر يدلكم أيها الأحباب الكرام بأنهما يزيد عن ستين إلى سبعين في المئة من الأمراض النفسية لكي عاشوا الناس اليوم راه باختصار شديد راه نختزلها في كلمة واحدة وسواس قهري ناس عندهم وسواس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس هناك الجنة وهناك الناس يعني الوسواس يكون إما يكون من إبليس وجنوده يجي عندك يقول لك هدودنك أذكر كذا أذكر كذا يجيك في الصلاة يجيك في الوضوء يقول لك نسيت كذا تجاوزت عن كذا في الطهارة في العلاقة الزوجية بين مراسك يدخل بناتكم يقول لك كلام غريب إلا لما ألقى المرأة باردة يقول هذه فاترة إلا ألقىها كدير حركات يقول لك هذه ماجهنة كيف مدرسة وحلى بجميع الوسائل يقول لك هناك من يشك يقول في أولاده هذاك راه ماشي ولدك راه ماشي باشي لك هذاك راه ماشي بنتك هذاك المال راه وقلاء فيه دخن هذاك الصديق راه كيتسنغر للفترة المناسبة ويطعنك من خلفك وكيبقى دائما يتوسوس إلا شف راجل الأمن يقول هذا مصيف طنلية المخابرات كيبغي عرفه أش كنفكر واش كندير وراء راجل الأمن غاد يزملت المياه عنده وسوس خطير كييسمع الأخبار العالمية وكيقول أنا المقصود بها وش كواه مدردها فيك نصب درب مع زمانهم هو وحده هكذا كيوقع عليه وحد مرض غريب جدا ويتوقع الأسوأ يتوقع بأن هناك زلزال وفيضان وغلاء في المعيشة وأزمة اقتصادية وأسطر بخطين حمرين على كلمة الأزمة اللي يقول للناس كيف يتكلموا عن الأزمة ما كان أزمة كان رحمة الله الوسعة كان رزق الله الوفير كان عطاء الله وكرمه وجوده ولكن الناس دائما يدقون ناقوسا خطر أزمة واقعة من هاك نحن بقى صغار وكان سمع في الصحافة وفي الإعلام وفي التشمعات النقابية والحزبية خطر سكتة قلبية غتوقع أزمة موقع الأزمة والو كان غير الخير الحمد لله أكثر من أربعين سنة ونحن نسمع هذا الكلام موقع والو غير الخير بأمر الله تعالى وهذه كل ناس لك يقولوا أزمك يضخموها رحت أومعدم وسواس قهري كان غير رحمة الله الوسعة وانظروا إلى أمطار الخير التي الآن تتهاطل على مملكتنا الشريفة في جميع الأقانيم في الشمال والجنوب في كل مكان النس قالوا بأن الخلق صاروا كلهم على سوء والرب غضبان هذا كل كلام فارغ الخلق فيهم أهل الخير وأهل الفضل وأهل الدكر وربنا راض وقد أنزل علينا أمطار الخير فاللي عنده وسواس كي بل يكل شيء أسود كي بغي تفرق تخاصم يغدر يمرض كي مرض من حوله وللأسف هذا مرض العصر وهو كثير جدا إلى أن يقول ربنا عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يكون إما الناس كيوسوس أولى الشياطين والعيد بالله هذه الصورة أيها الأحبة الكرام وجب علينا جميعا أن نحفظها عن ظهر قلب وجب علينا أن نرددها يوميا ثلاث مرات في الصباح والمساء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء عنده أحد الصحابة وهو عقبة ابن عامر فقال له يا رسول الله إني أخاف من الدنيا وأخاف من عداب الله اذكر لي شيئا أشعر به بالأمان رب أبقى أمان في ذاك الزمن هل الناس تشعروا هكذا عقبة ابن عامر تشوف بأن هناك ربما غلاء معيشة ربما هجوم ربما هناك استدفر أمني هو خيف فجاعنا النبي الكريم قال دلني على شيء أشعر به بالأمان فقال لي يا عقبة قال لي أحرس لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك انظروا إلى النبي الكريم طبيب نفسي رامو عالج للأمراض جاء عنده هاتشاب وشعر بالحيرة وشعر بالقلق وشعر بالتخوف وعنده أوهام خاصة وصفة طبية نفسية بلا دواء علاج غاب الكلام طيب أشعر له قال لي أحرس لسانك لك يخرج لنا كثير واللسان كتلقى لنسك يتكلم في كل شيء وكيتكلم في لا شيء ويؤدي نفسه ويؤدي الآخرين أمسك عليك لسانك وحرسه اللسان لا يقول إلا كلمة طيبة رحم الله عبد قال خيرا فغنم أو سكت فسليم أسكت ترتاح وتريح الناس من شرك قال لي أحرس لسانك ولزم بيتك قال لي الشكل يالك نتايا من الأحسن دخل وستدالك الباب بكري دخل بكري وستدالك الباب وريح في دارك وبكي على خطيئتك بينك وبين الخالق تذكر ما سوئك وبكي على خطيئتك بمعنى ما تبقى تتبع خطيئة الناس فلان درك دا فلان درت الحجاب فلان أزاة الحجاب فلان درك دا خلي كل واحد دعي الخلق للخالق سبحانه وتعالى قال لي هذه وصفة إذا استعملتها يا عقبة سترتاح ملشف سيدنا عقبة بأنه بدك يرتاح ويقول له النبي الكريم غير يزيده سيدنا النبي يزيد قال لي تعال تعال أدلك على شيء هل أدلك على أعظم صورتين ما نزل فيهم مثلهما لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزابور ولا في القرآن العظيم صورتين عظيمتين ما كيش بحالهم جميع الكتب المقدسة الزابور الذي أنزل على سيدنا داود عليه السلام والتوراة التي أنزلت على سيدنا موسى الكريم عليه السلام والإنجيل الذي أنزل على سيدنا إيسى بن مريم والصحف إبراهيم الذي نزل على الخليل عليه السلام صورة عظيمة ما فيش مثلها قال لي ما هي قال لي هي قل أعود برب الفلق وقل أعود برب الناس يا عقبة لا تنام حتى تقرأهما إياك أن تنساهما فقال عقبة فما زلت لم أنساهما منذ أن قالها للنبي الكريم حتى وصل إلى سن متأخرة قبل أن توفاه الله تعالى وتروي أمنا عائشة رضي الله عنها أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يجمع يديه كفيه هكذا حلقة للفتحة وينفت فيهما ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات ينفت عند كل قراءة ويقرأ قل أعود برب الفلق ثلاث مرات ينفت عند كل قراءة ويقرأ قل أعود برب الناس أيضا ينفت عند كل قراءة ثم يمسح بهما وجهه ثم سائر جسمه من الأعلى للأسفل من اليمين إلى الشمال كان النبي الكريم يتعرض للأدى الشديد وكان يتعود بالله تعالى من عيون الإنس وعيون الجن بتعويدات لكن لما نزلت المعودتين اكتفى بهما فالنصيحة أيها الأحبة الكرام راه الكثير من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس كالناس لعندهم مرض هما ماشي مرض هما عندهم تماريد كالناس لعندهم عندهم مشاكل نفسية يقولك عندي 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 ربما اكتئاب ماشي اكتئاب عندك وسواس قهري كالناس لما عندهم الحظ السعيد في الحياة لا زواج لاولاد لو تاد يقلب عن العمل يقولك أزمة في البلاد أزمة رأى ربما في نفسه وفي من حوله رأى الخرنة رأى كل شيء أخذ بالحمد لله وكل شيء غادي مع الطريق نتالي وقع لك تعطر في الحياة رأى ربما السبب أنك مقصود بشيء من هذا القبيل إن شاء الله تالى حينما نقوم بهذه التعويدات وهذه الرقية المباركة التي علمها سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي هديةنا السماء لنا جميعا رأى لك يستعملها رأى عمرك مغتشكي لا من المرض ولا من السقم ولا من تعب ولا من العين ولا من الحسد ولا من قلة الرزق ولا من أي شيء رأى أضمن لك بإذن الله الواحد الأحد فضل الصمد أن من واضب على قراءة الإخلاص والمعودتين ثلاث مرات عند الصباح عند شروق الشمس وقرأهما ثلاث مرات عند غروب الشمس أو عندما يخلد للنوم فإنه لن يشتكي بعدها من مرض أو سقم أو علة أو إشمئزاز نفسي أو قلق أو حيرة أو أوهام أو قلة رزق أو ضعف أو هوان بين الخلق أبدا فأسأل الله تعالى أن يحفظ نوئياكم من عين العائنين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وظلم الظالمين وشر الشياطين أجمعين قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله هيا اشتركوا في القناة